التنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا يقود إلى تفكيك خلية من تسعة أشخاص يشبه في وجود صلة لهم بمنظمات إرهابية الشرطة الإسبانية قامت بعملية تمشيط واسعة بتنسيق وثيق مع نظيرتها المغربية والبلجيكية حيث اقتحمت 12 منزلا بمدينة برشلونة ومحيطها وذلك في إطار حملة استهدفت متطرفين يشبه في ضلوعهم بالتفجيرات الانتحارية التي وقعت بمطار بروكسل ببلجيكا في مارس السنة المنصرمة عملية واسعة النطاق تمت بتنسيق الشرطة الإسبانية مع نظيرتها المغربية والبلجيكية وأصفرت عن اعتقال المشتبه فيهم وهم ثمانية مغاربة وإسبانيا لقد تمت العملية بشكل مثالي بقيادة الشرطة الوطنية لإسبانيا وبتعاون مع السلطات المغربية والبلجيكية وهي لازالت مستمرة ولا يمكن الحديث عن أي تفاصيل على اعتبار أنها توجد حاليا قيد نظر الجهات القضائية ما يمكن قوله هو إنه وبتعاون المواطنين وعمليات الشرطة المنصقة تم الأمر بنجاح السلطات الإسبانية قالت إنها لم تجد ما يثبث وجود نية واضحة للمعتقلين التسعة في تنفيذ هجوم إرهابي محتمل بإسبانيا إلا أن التحريات التي قامت بها بصورة مشتركة مع الشرطة الفيدرالية البلجيكية والشرطة المغربية مكنتها من إثباث انتماء الموقوفين لمنظمات إرهابية تنشط في الشرق الأوسط بحسب بيان للشرطة الوطنية الإسبانية فإن أربعة من الموقوفين يشتبهوا في صلتهم بتنظيم داعش ومشاركتهم تحت مظلته في عدة عمليات إرهابية من أبرزها الهجوم الذي استهدف مطار العاصمة البلجيكية بروكسل العام الماضي وهي المدينة التي شهدت أنذاك سلسلة هجمات إرهابية استهدفت مواقع حيوية وتسببت في مقتل وجرح العشرات